بعد أقل من عام على تتمة أشغال الصيانة والترميم أعيد فتح المعلم الأثرية التاريخي حصن قوريا في حلته الجديدة أمام توافد الزوار من داخل وخارج الوطن لاكتشاف سر هذا المعلم قلعة قوريا بأعالي مدينة بيجاية المعلم تعيمة قوريا صراحة مع الترميم داروها للمنطقة طبيعة وكل شفات بجماله الخلاب جديدة تفاصير والروايات عن أصل تواجد هذه القلعة الأثرية لكن أغلبها تتفق على أن امرأة تدعى قوريا اتخذت من هذا المكان مأوى لها وكانت تتسموا بالتعاوني والإخلاس الله شعرت سوريا من داخل ويزيد ومن ثم أن نعلم اعلم تدعى قوريا فكانت شعر مانا من العباره وكانت ننتظر جيد جيدا وكانت نظر الى آخرين المدينة بيجاية لا يوجد ذلك لا يوجد ذلك لا يوجد ذلك الهر يوجد ذلك هذا المكان يقلعت غورية مدينة بيجايا بنحو 670 مترا وهو مكنون ثقافي أثري متواجد بقيمة الجبل يثير الإعجاب والتأمل في أساطير تعقبت على بيجايا يصنف هذا الموقع الأثري ضمن الأمكينة السياحية والثقافية المهمة والتي أخذت بعين الاعتبار للسيانة والترقيع يتولى تسيير هذا المعلم الأثري يما غورية الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية حتى يبقى محصنا وشاهدا على حضارة مدينة صلداي أو بيجايا في التاريخ الحديث